اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ارتقيكم بحلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي مرة اخرى نعود للحديث عن جار السوق وقديما وحديثا يقولون اذا كان جارك جار السوق ربما تبحث عن منزل اخر او تدعو له لكي يعود الى رجده اما حالنا في العراق فنحن للأسف الشديد نجاور ايران وايران جار السوق حقيقة ليس اليوم لكنها عبر التاريخ كانت جار سوء للعراق مع الاسف الشديد ولا نستطيع ان نغادر هذا وطننا وهذا اين نذهب بهذا البلد اكثر من الف كيلومتر حدودنا معهم فبالتالي مضطرين نتحمل كل هذا السوء منهم واخرها يعني تصريحات السفير اليراني السابق في العراق ايرج مسجدي والذي تحدثنا عنه في حلقات سابقة ربما اكثر من حلقة عن تصريحاته المتكررة وهو جزء من واجهة من واجهات التدخل اليراني والتغول اليراني في العراق قال مسجدي على جميع الاطراف السياسية طبعا هناك ما يسمونهم سيدات سياسي ومنصيبة والانتخابات بعد مضي سبعة اشهر لم تشكل الحكومة لم ينتخب رئيس الجمهورية لم ينتخب رئيس الوزراء لم تشكل الحكومة واناك مشاكل كثيرة ويران تريد ان تعيد الامور الى النصاب الذي تريده الى الاطار الذي تريده فقال على جميع الاطراف السياسية في العراق التفاهم والاتفاق والتوافق فيما بينها وهذه التوافق يعني ضاعبتهت الاف خط ونحن لا ننصح ابدا باعادة الانتخابات ونرفض الاقصاء والتهميش لأي جهة وان منصر رئيس الوزراء من حصة الشيعة لاحظ هل يستطيع اي سفير او اي مسؤول عراق ان يتدخل بهذا الشكل الفج والوقع والمباشر بالشأن الايراني لكان قامت الدنيا ولم تقعد في ايران علينا لا يستطيع احد ان يقول هذا الشيء في اي شأن ايراني لكن هم يستطيعون ان يقولوا ذلك ويقولوا في نفس الوقت هل يتدخل في العراق العراق بلد حر ومستقل هذه الكذبة الكبيرة يعني سبقا مسجدي قبل فترة وتحدثنا عن ذلك قال انه اذا تعتبرون انه محبة الشعب العراقي انه هو التدخل في شؤون العراقية فنحن نعم نتدخل يغالط الحقيقة في الوقت اللي كان في اهل العراق كلهم في ساحات الوطن اينما في كل مدن العراق وفي كل الشوارع يهتفون ايران بره بره فاذا كان الشعب يهتف بخروجكم وخروج احزابكم ويحرق مقرات الاحزاب التابعة لكم والميليشيات التابعة لكم ويرفضها وانتو بتقولون انه يعني الشعب يحبنا هذه الكذبة الكبيرة هذا التدخل الايراني هذا التغول يعني لا نعرف كيف كيف يستحمله من يدعون انهم يعني يمثلون تيارا وطنيا تيارا حرا مستقلا في العراق وردون العراق التقدم والاصلاح والتطور العراق لا يمكن ان يصلح ما دامت القوى التي تحكمه تابعة الى بلد اخر تابعة الى ايران منصاع الاوامر الايرانية ترى المصلحة الايرانية قبل مصلحة العراق لا ترى مصلحة للعراق بل ترى مصلحة ايران سخرت اقتصادنا وسخرت سياستنا وسخرت مجتمعنا وأرضنا وكل ما نملك في العراق لمصلحة المشروع الايراني هذا واقع الحال الحقيقي وكل السياسات التي تعد والتي تدفع الى الساحة هي يعني غايتها الاساسية هي خدمة المشروع الايراني وهذا المشروع الايراني هو مشروع التغول مشروع توسع مشروع ينطوي على السيطرة والتغول على كل المنطقة وهذا ليس جديد سبقوا ورفعوه عندما قال الخميني قال تصدير الثورة وهذا جزء من عنده وقالوا سنحرر القدس عبر بغداد وسنحرر عبر النجف وكربلا ووصلوا إلى النجف وكربلا وبغداد ولم يحرروا القدس كذبة كبيرة يتشدقون بالقدس يتشدقون بفلسطين وشعاراتهم لديهم يعني أوثق العلاقات مع الكيان الصهيوني وسبق الكيان الصهيوني نزودهم بالأسلحة في الحرب العراقية الإيرانية يعني هذه كل العالم يعرفها وهذه كذبة كبيرة ولديهم فيلق القدس الإيراني كذبة كبيرة القضية تتعلق بتغولهم بسلطتهم على المنطقة بفرض إرادتهم وفرض مشروعهم لكي يكونوا قوة إقليمية يحسب لها حساب ويكون لها مقعد بين دول العالم والدول الإقليمية تفاوض وتستحوذ وتتغول وتأخذ ما تريد هكذا تحت طبعا واجهات كثيرة منها التشيع ومنها الدين ومنها كلام كبير ورغم أن هذه كلها مكشفت بعد عشرين سنة من احتلال العراق بعد عشرين سنة من التعاون الإيراني التخادم الإيراني مع أمريكا لاحتلال العراق لتدمير العراق لأضعاف العراق انكشفت كل هذا ومن كان يدعون أنهم حاضنتهم من كان يدعون أنهم ويدين لهم يدعون أنهم يحبونهم خرجوا في الشوارع يشتمونهم ويحرقوا صور خميني وخامنئي ويحرقوا المقرات التابعة على إيران ويشتمون إيران والقنصريات الإيرانية واهتفون إيران بره بره هذا واقع الحال الحقيقة وهذه هي حقيقة إيران وهذه حقيقة التغول لإيران فإن كان فإن لم يكن هذا تدخل في ش Integrationの العراق فكيف يوصفون ذلك؟ يعني ما نوعي التدخل إذن؟ ما شكل التدخل لم يكن هذا تدخل هذا واقع الحال الحقيقة وعلى من يدعون الوطنية ويدعون الحرص على العراق ويدعون الاستقلال ويدعون السيادة عليهم أن يقولوا الحق في هذا الموضوع لكنهم لا يستطيعون لأنهم أجراء ليس أكثر لدى سيدهم الإيراني وهم يخدمون مشروعهم وقت هذه الحلقة قد انتهى ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين نسترجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة